السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته تحية للجميع الفيديو دليوم خصصته نهاد العملة المغربية المميزة هذه اللي كتلاحظو الشاشة هي من فئة عشرون درامان إصدار سنة 2005 قبل ما نذكر لكم السبب الحقيقي اللي يجعل هذه العملة هذي قليلة وصعب الحصول عليها ما فيها باش نتعرفو على العملة كما كتلاحظو نكتب فيها بنك المغرب عشرون درامان الصورة ديال جلالة الملك محمد السادس في الجنب دياله باب شلة ومن الخلف هنا صورة يعني لوحة جميلة ديال الوداية ومكتوبة بالفرنسية بنك المغرب يعني عملة جميلة فعلا وهذه المعلومات اللي غد نذكر اليوم بخصوص هذي عشرين درام إصدار 2005 لأول مرة غد نذكر في اليوتيوب ردوا بالكم الله يخليكم وركزوا معايا هذي عشرين درام فيها جوجد الإصدارات والاختلاف ما بين الإصدارين كي توجد في التواريخ ما بين التاريخ الميلادي والتاريخ الهجري الورقة اللي صعيب الحصول عليها واللي قليلة التواريخ يعني التاريخ الهجري والتاريخ الميلادي ما كيتوجج الخط ما بينتهم يعني ما كينش الخط فهذه اللي صد عليها ويعرف قيمتها والورقة العشرين درام الأخرى هي هذي اللي موجودة بكثرة رغم أنها الآن بدأت تقلل فما بين التواريخ لاحظوهم زيان تاريخ الميلادي والتاريخ الهجري كيتوجد خط إنما الورقة اللي صعب الحصول عليها وقليلة فما بين التواريخ تاريخ الميلادي والهجري ما كيتوجد الخط يعني هذي قليلة ردوا بالكم يعني هذي الورقة هذي فعند الهوات يعني عندها قيمة وهذا عشرين درام الفين وخمسة فما زالك تداول وقيمتها هي اللي فيها سواء الورقة اللي فيها الخط أو ما فيها شخص الخط إنما في عالم النومي سماتيك يعني الهوات دائما كي بحتو على الأخطاء في الأوراق النقدية أو في المسكوكات وعلى الفروقات أيضا يعني كتكون ورقة عند فيها وحل الفرق ما بين الورقة الأخرى رغم أن نفس الإصدار فهذا هو اللي كيتير انتباه وكيكون عنده قيمة عند الهوات يعني كما ذكرت الأخطاء الفروقات الأوراق البنكية أو المسكوكات الناذرة فهذه اللي كتكون عنده قيمة أكتر إخواني أخواتي كنتمنى تستفدو من هذه المعلومات وبالتوفيق للجميع دمتم في رعاية الله وحفظه ترجمة نانسي قنقر